ونافذة لتحليل تطورات المشهد مع ضيقنا في السوري والوزير الفلسطينية السابق والقيادية دكتور سفيان أبو زايدة أهلا وسهلا دكتور أهلا بك أهلا بك مساء الخير لو بدأنا من مصرح المفاوضات من القاهرة المفاوضات التي هي في يومها الرابع يعني لم يحدث جديد هل هذا شيء جابي أم سلبي ولماذا إيجابي ولماذا سلبي يعني أولا ليست هناك مفاوضات الآن بمعنى أن انتهت الجولة أعتقد أنه يعني يوم مساء أمس انتهت الجولة لا أعتقد أن هناك مفاوضات هناك أوراق قدمت هناك مقترحات ولكن على ما يبدو حتى الآن ليس هناك بوادر لوجود صفقة رغم أن هناك إرادة هناك رغبة هناك أسرار سواء كان من قبل مصر أو من قبل قطر أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهناك يعني أيضا رغبة من قبل حماس أن يتم وقف اطلاق النار وأن تكون هناك انتهاء للأدوان وهناك رغبة إسرائيلية بأن يستعيد جزء من أسرار كل هذا يجعلنا يعني نبقي على التفاؤل نبقي على التفاؤل الموجود ولكن حتى الآن هذا التفاؤل لا يصنع صفقة العقبات العقبات ما زالت يعني موجودة على سبيل المثال في موضوع عودة النازحين أحد القضايا يعني تتعلق بعودة النازحين إسرائيل لا تعطي أي يعني تفسير واضح أو تفاصيل كيف ستكون عودة النازحين إلى أماكنهم في غزة والشمال لا تعطي تفاصيل فبالتالي أنت يعني ستعتمد على حسن النواية الإسرائيلية وهذا يعني ما ممكن أن يكون بيان حماس الذي يتحدث عن مرونة مرونة من من؟ من حماس من الحركة تقول أو يقول البيان أن الحركة أبدت مرونة يعني يعني أنا في بدون توضيح عين المرونة أنا في تقديري المرونة جاءت في عدة جوانب ليس من جانب واحد أولا موقف حماس كان في البداية عدم التفاوض وعدم البدء في مفاوضات قبل أن يكون هناك استعدادا إسرائيليا لوقف الحرب لأن عمليا حماس لا تبحث عن صفق التبادل حماس تبحث عن وقف إطلاق نار يبدأ بعملية تبادل ما فيش مشكلة إسرائيل تريد تريد تبادل تريد استعادة محتجزيها وليس وقف إطلاق النار وأعتقد هذه الجملة تلخص لك كل المشهد عمر أن كل طرف يريد شيئا من هذه المفاوضات حماس تريد وقف إطلاق النار إسرائيل تريد تبادل الآن المرونة أين أن حماس وافقت أن يكون هناك مفاوضات وأن تكون هناك مرحلة أولى دون أن يكون هناك التزاما إسرائيليا في البداية بوقف إطلاق النار ولكن هم يريدون أن تكون في نهاية هذه العملية أن يكون نصا واضحا وقد يكون نصا أيضا غير واضحا المهم أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار ماذا يقول الوسطى؟ الأمريكان المصريون القطريون ماذا يقولون؟ يقولون أن هدن شهر ونصف شهر ونصف ستكون كافية للتوصل إلى مزيدا من الاتفاقات تؤدي إلى وقف إطلاق النار ولكن ليس هناك ضمانات أن هذا الأمر بالفعل سينتهي بهذا الشكل لذلك لذلك أعتقد أن هناك جهود لكي تكون على الأقل وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل لمدة أسبوع أسبوع قد يخلق أجواء أكثر قد يساعد في المعرفة من هم الأسرى الذين بقوا على قيد الحياة من الأسرى الذين فقدوا حياتهم نتيجة القصف الإسرائيلي أين موجودين الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى إلى آخر أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أنا سمعت شيئا من هذا التصريح بهذا المضمو مع أن يكون هناك وقفا لإطلاق وبالناسبة هذا أحد مطالب حماس قبل بدل الصفقة أن يكون هناك أسبوع وهذا منطقي هذا منطقي لماذا؟ لأنك أنت لا تتحدث عن وجود محتجزين معروفين في مكان وبالتالي أنت تفاوضى هذه حرب حرب لها خمسة شهور دخلنا الحرب الشهر السادس الاتصالات غير متوفرة الوضع الأمني غير مسموح بالحركة فأمر طبيعي أنت تحتاج إلى وقت الآن الجانب الإسرائيلي يفهم ذلك ولكن الجانب الإسرائيلي باختصار شديد هو يعني لا يعطي مساحة للوفد الإسرائيلي أو للمفاوض الإسرائيلي لا يعطي نتنياهو واضح أنه لم يعطي مساحة للوفد الإسرائيلي لكي يبدي مرونة في أي جانب من الجوانب وبالتالي الموقف الإسرائيلي نقول ليس هناك وقف اطلاق النار ليس هناك عودة للشمال والأهم من ذلك في قصة العودة النازحين الأمر مرتبط أيضا في موضوع المنطقة العازلة يعني أنت تتخيل أن إسرائيل اليوم بدأت في إزالة بعض المنشآت من بيت حنون التي دمرتها كاملة ولكنها تزيل بالكامل المنطقة التي تريدها أن تكون عازلة كما فعلت في البريج كما فعلت في المنطقة الشرقية كما فعلت في الشجعية وبالتالي عندما تقول إسرائيل أنه لا عودة إلى جميع الأماكن بمعنى ما فيش عودة إلى المناطق التي تعتبرها إسرائيل منطقة عازلة كيف ممكن أن توافق حماس أو يوافق أي طرف فلسطيني على ذلك إذا موافقتوا على ذلك أن لا يعود الناس إلى كل الأماكن التي نزحوا منها تسليم بأن هناك منطقة عازلة أصبحت إسرائيلة أصبحت قائمة فرض أمر واقع في اعتقادي أنا في اعتقادي أن هذا يعني جزء فقط من العقبات الكثيرة التي يعني ممكن يعني تلخيصها طيب يعني اليوم البنتاجون كان يتحدث عن أن واشنطن تدرس إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة مسألة إيصال المساعدات الإنسانية ربما أخذت بعدا دوليا الآن يعني يعني معظم الدول تتحدث عن ذلك وتقارير المنظمات ذات الصلة تقول بأن هناك مجاعة حقيقية في غزة لا سيما في شمال القطاع وهناك أعداد من الأطفال أعلن عن وفاتهم خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية نتيجة مجاعة نتيجة الجوع استخدام إسرائيل لسلاح التجويع طيب إذا ما يعني صدقنا هذا يعني هذا التطور بالإضافة إلى أنه الأسوشياتي بريس ستنقل الآن عن مسؤولين إسرائيل أنه إسرائيل ستبدأ وستسمح يوم الجمعة لحوالي 30 شاحنة بدخول شمال غزة وأنه سيكون هناك نقل المساعدات بحرا سيكون جزء من مشروع لاختبار جدوى الطريق البحري إلى غزة ولعلك تذكر دكتور سفيان يعني قبل عدة أسابيع القبارصة الرئيس القبرصي ربما تحدث عن مسألة إمداد غزة بمساعدات تأتي أولا إلى الأراضي القبرصية يتم فحصها أمنيا هناك ومن ثم يعني تبحر إلى إلى غزة يعني أضف إلى ذلك أن كما يعني صدر عن مصادر إعلام إسرائيلية أن إسرائيل وزير المواصلات ووزير الخارجية يتبحثون مع القبارصة بشراء رصيف من قبرص يتم استعجاره أو شراه يعني يخصص إلى المساعدات التي ستدخل إلى غزة طبعا الهدف من هذا الرصيف هو أن يكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية يتم فحص كلما كلما سيتم إيصاله إلى غزة هذا يعني هذا بمعنى أن إسرائيل بدأت تسلم في موضوع يعني إيصال المساعدات إلى إلى غزة سواء كان عن طريق الجو أو عن طريق البحر أو عن طريق المعبر ولكن إذا كانت إسرائيل معنيا لماذا كل هذه المعاناة أكثر من معبر يربط غزة مع 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 إسرائيل أولا معبر مصر موجود والآلاف الشاحنات تقف آلاف الشاحنات تقف باختصار شديد تفضلوا ودخلوا ووصلوا للشمال طيب معبر كرم أبو سالم يستطيع أن يدخل على الأقل ألف شاحنة باليوم تفضلوا معبر بيت حنون هيرز موجود معبر نحلوز موجود إذن إذن المشكلة ليست في المعابر المشكلة ليست في إيصال هذه المساعدات المشكلة في التعقيدات الإسرائيلية أنها استخدمت سلاح الجوة والتجوية ليه من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني ومن أجل الضغط على حماس مرتبط في موضوع الأسرة أولا ومرتبط في الانتقام لأن ليس هناك تفسيرات لكل شيء تقوم به إسرائيل ليس هناك التجويع الشعب الفلسطيني في غزة هو ليس بالصدفة وليس لأن الأمور صابت تهجير الشعب الفلسطيني من غزة وشمالها ومن المناطق المختلفة أيضا هو ليس فقط لحفاظا على حياتهم لأن هذه كذبة كبيرة ثبتت أنها كذبة كبيرة لأن الكثير من من تركوا بيوتهم استشهدوا في الطريق أو استشهدوا في الأماكن التي انتقلوا إليها بمعنى هذه الرواية أنهم طلبوا من السكان بالخروج من أماكن لأنها مناطق خطر ومناطق حرب هذه الرواية غير مقبولة ولو إذا كان الأمر كذلك انتهت الحرب عمليا في غزة والشمال تقدر تقولوا فضلوا للناس ارجعوا بيوتك ولكن الأمر ليس كذلك بالمطلق أشكرك جزيلا شكرا دكتور سفيان أبو سايدة الوزير الفلسطيني السابق والقيدي شكرا جزيلا شكرا شكرا لكم